بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الصف السادس العدادي بفرعه الأحيائي والتطبيقي رجعنا لكم بمثال جديد من التطبيقات قبس أو المعادلة القياسية لمعادلة قبس الحرة تمرين 13 يقول احسب دلتا جي ار للتفاعل عند ظروف قياسية تفاعل سي فايب اتش تويل بزاد ثماني او تو ينطيني خمسة او تو زاد ستة اش تو او اذا علمت ان حرارة التفاعل سالب ثلاثمية وتلاثة الاف وخمسمية وستة وتلاثين كيلوجول على مول والانتروبي دلتا اس ار تلاثمية واربعة وسبعين جول جول على مول خلي بالك ناجول وهنا كيلوجول وعدك ظروف قياسية اول شغلة نسويها نحول الظروف القياسية صول الحل التي ينطينيها بالظروف القياسية اس تي بي والظروف القياسية لازم تتحول للقلبل لان نعدي علاقة قبس كيلوجول والقلبل تي تساوي خمسة وعشرين ظروف القياسية خلي بالك زاد ميتين وثلاثة وسبعين ينطيني ميتين وثمانة وتسعين قلبل اول شغلة حولت درجة الحرارة من القياسية الظروف القياسية اللي هي السليزي الى القلبل خمسة وعشرين زاد ميتين وثلاثة وسبعين النقطة الثانية منطيني الانتروبي بالجول على مول وحرارة التفاعل بالكيلوجول جول شو سوى حول الكيلوجول لو حول الجول اكيد راح حول الجول لانه شغل مالتي الكيلوجول والقلبل اذا الانتروبي دلتا اس ار راح يساوي لي ثلاثة سبعة أربعة جول على مول على ألف كيلوجول على مول وتساوي لي او بوينت ثلاثة سبعة أربعة كيلوجول على قلبل مول كملت تحويلاتي اذا هسا راح جي اطبق القانون اللي يقول دلتا جي ار شي ساوي لي دلتا اش ار ناقص ت دلتا اس ومجرد تعويضات فقط حرارة التفاعل جيد مطينيها بالسالب سالب ثلاثة خمسة ثلاثة ستة في او ناقص عفوا ناقص افتح قوس درجة الحرارة ميتين وثمانية وتسعين قلبل في دلتا اسار طلعتها او بوينت ثلاثة سبعة أربعة كيلوجول على مول والناتج اكيد راح يطلع لي بالسالب لان التفاعل تلقائي بأوكسجين والاحتراق دائما يطلع تلقائي سالب ثلاثة ستة أربعة سبعة او بوينت خمسة كيلوجول على مول والتفاعل تلقائي في الظروف الاتيادية لانه الاشارة طلعت لي سالب هذا الاسئلة ما الطاقة الحرة وطاقة قبس الحرة للتفاعلات ننتقل الى موضوع ثاني وهو تعاليل قبس او ما يسمى بتطبيقات قبس واتجاه سير التفاعلات الكيميائية شون اجي اعلل تعاليل هذا الفصل تعاليل القبس تقريبا عليها من ثلاثة الى خمس درجات بالوزارة فشون راح عرف اعلل من خلال تعاليل طنياعة يقول هناك عاملين يؤثران على سير وتلقاية التفاعل يكون هناك عاملين يؤثران على سير وتجاه التفاعلات اللي هما دلتا اتش ار ودلتا اتش ار الانتروبي والانثالبي العاملين هنا دلتا اتش التغير في الانتروبي تلقائي عندما يكون يعني التفاعل هذا دلتا جي يكون تلقائي سالب عندما يكون دلتا اتش سالب وكذلك دلتا اتش التغير في الانتروبي تلقائي راح يصير التفاعل دلتا جي يعني تلقائي عندما يكون دلتا اتش موجب يعني هذا سالب وهذا موجب فالتفاعل تلقائي القيمة الموجبة لدلتا اتش تساعد على جعل القيمة دلتا جي سالب نفس الملاحظات ونفس العاملين نجي نشوف التعاليل مالتي شرحها أوظف التعاليل بصورة صحيحة علل عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاحتيادي كنا نعرف انصهار الجليد تحول المادة الانصهار من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ثم الغازية الانصهار انصهار الجليد طيب انصهار الجليد دلتا جي لازم عدي ثلاث نقاط دلتا جي ودلتا اتش ودلتا اس لازم يعرف اشاراتهم اتلاثتهم حتى ابدأ احل دلتا جيد يقول عملية انصهار الجليد تلقائية بالظروف الاعتيادي أول إشارة بينه هو قال للتلقائية سالم طيب عملية الانصهار تحتاج طاقة تحتاج حرارة أو لا أكيد راح تمتس حرارة لذلك راح يكون دلتا أج موجبة عملية الامتصاص التفاعل أو انصهار الجليد ما صلي الحرارة فلذلك راح يكون دلتا أج موجبة بقى الدلتا أج الانصهار تحول من الانتظام إلى اللا انتظام لأنه راح يصير تكاثب الانصهار من الجليد إلى الحالة السائلة أو الغازية فلذلك راح يتحول التفاعل من الانتظام إلى اللا انتظام ودلتا أج راح تكون موجبة إذن القانون ما لتيقول دلتا ج يساوي لدلتا أج ناقص ت دلتا أج وراح يساوي لدلتا أج شنو موجب ناقص دلتا أج موجب موجب درجة غليان الماء التي نعرفها نحن نعرف الدرجة غليان هي 100 سليزي درجة غليان الماء يقول هنا لا يمكن لا يمكن خلي ركز على لا جعل الماء أن يغلي بدرجة أقل من درجة حرارته الأتيادية خلنا نشتغل عوف اللا واشتغل لا يمكن جعل الماء أن يغلي بدرجة حرارة أقل من درجة الاتيادية دلتا ج ثلاثة إشايرة أدي ودلتا أج ودلتا أج لازم أعرفهم دلتا ج لا يمكن عملية غليان الماء عملية تلقائية سالب وهو قايل لا يمكن إذن راح تكون موجب وعملية غليان الماء تحتاج إلى طاقة تحتاج إلى حرارة امتصاص راح تكون دلتا أج موجبة والغليان اللي يتحول من الانتظام إلى اللا انتظام الانتظام إلى اللا انتظام فإذا راح تكون دلتا أس موجبة كل هالموجبات اذا دلتا جي راح يكون دلتا اتش ناقص تي دلتا اس وتساوي لموجب ناقص موجب ويساوي لموجب سالب وهذا راح يكون اكبر من هذا المقدار لان العملية دلتا جي موجب مثل هذا هذا اكبر راح تكون سالب من طلعت لي بالسالب وهذا هنا دلتا اتش راح يكون اكبر راح يكون لامتصاص طاقة راح يكون بالموجب اللي هنا خليكم ويانا بالصبورة القادمة وبالاسئلة القادمة رجعنا وياكم طلاب الصف السادس الاعدادي بفرعيه الاحيائي والتطبيقي نقطة ثالثة من السؤال اللي حلينا قبل هاي الصبورة والنقطة الرابعة والسؤال اخر اللي هو سؤال 37 حسابي لا ينجمد الماء لا ينجمد الماء تلقائيا بالظروف الاحتيادية نشتغل عليه ينجمد الانجماد عملية تلقائية دلتا جي الها تساوي سالب وهو يقول لا ينجمد اذا دلتا جي موجب والدلتا اتش بقت وكذلك الدلتا اس الانجماد يحتاج الى طاقة يحتاج الى حرارة امتصاص اكيد دلتا اتش رح تكون سالبة ان ما يحتاج امتصاص حرارة والدلتا اس انتروا بالنظام العشوائية وعدم العشوائية الانجماد يتحول من العشوائية الى العشوائية او اللا عشوائية الى العشوائية اكيد من اللا انتظام الى الانتظام وكذلك دلتا اس رح تكون سالبة الحسابات شو رح يصير دلتا جي رح يصير دلتا اتش ناقص تي دلتا اس سالب ناقص سالب وتكون سالب موجب دلتا جي موجب إذن هاي العملية هاي دلتا اس الانتروب رح يكون أكبر حتى تكون العملية الدلتا جي موجبة نقطة الرابعة لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية لا يتحلل الماء إلى عناصره الأولية التحلل عملية التحلل لازم عدي ثلاثة إشائر اللي هي دلتا جي ودلتا اتش وكذلك دلتا اس عملية التحلل الأشارات كلها من الشافات موجب وكذلك موجب وكذلك موجب لأن delta H و delta S delta S التحلل من الانتظام إلى الانتظام و delta H تحتاج إلى امتصاص حرارة و delta G أدام التلقائية إذن delta G ستكون delta H ناخص T delta S وتكون موجب ناقص موجب وموجب ناقص بما أنه موجب delta S الترابي لازم تكون أكبر حتى تكون delta G F1 delta G موجب ننتقل للسؤال اللي بعد سؤال 37 من أسئلة الفصل يقول من قيم delta H و delta S تنبأ أي التفاعلين يكون تلقائيا عنده 25 سليزي وضغط 1 أو 2 وموسفق التفاعل A أم التفاعل B يكون تلقائيا خنشوف نجي للتفاعل A الفرق A منطيني delta H إلى 11 كيلو جول على مول والانترابي 30 جول لازم أحول الانترابي وأوجد درجة الحرارة المطلقة أو القلب أول خطوة أبدأ بيها التفاعل A سنبدونا delta S الانترابي ويساوي لي حوله من الجول إلى الكيلو جول 30 على أفوان ألف ويساوي لي 0 و 0 و 3 بالمية 0.0 3 كيلو جول على مول هاي انترابي أما درجة الحرارة فهو قايل اللي عنده 25 سليزي إذن 25 زاد 273 ويساوي لي 298 قلبن طلعت درجة الحرارة هنا أطبق القانون delta G رح يكون delta H ناقص T دلتا S وتساوي لي delta H جيد 11 ناقص T جيد T درجة الحرارة 298 فيد الانترابي جيد طلعتها 0.0 3 كيلو جول على مول والناتج رح يطلع لي بالموجب 2.0 3 كيلو جول على مول وبين أي التفاعلين يكون تلقائيا مادام طلعت لي بالموجب فالتفاعل غير تلقائي التفاعل B نقطة B منطيني كذلك delta H 2 كيلو جول على مول والانترابي 113 جول على قلب المول هم كذلك أحول الانترابي delta S رح يساوي لي 113 على ألف ويساوي لي 3 رتب 3 1 1 أو بوينت 0 3 مراتب 3 صفار 3 مراتب كيلو جول على قلب مول ودرجة الحرارة المطلقة كذلك هي نفسها عندها 25 ويساوي لي 25 زاد 273 يساوي لي 298 إذن أطبق القانون delta G يساوي لي delta H ناقص T delta S وتساوي delta H تفاعل B ناقص في T298 لأنه 298 لأنه قلب في جد الانترابي delta S طلعتها 0.11 3 والناتج رح يطلع عليك بالسالب شوف الناتج واجب عليك وأنا متأكد بالسالب والعملية تلقائية لأنه الناتج طلع بالسالب عزاء الطلبة هنا كملنا مسائل هذا الفصل وكملنا علاقة قبس وتعاليل نكمل بالمحاضرات القادمة نشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر